الحمد لله الذي بفضله اتقى المتقون ربهم وبفضله ازدرفوا إلى جنات النعيم نثني على الله بالخير كله نثني عليه بأسمائه وصفاته التي علت على خلقه نثني عليه بتوحيده في ربوبيته أنه لا رب سواه نثني عليه في ألوهيتي أنه لا مأبود بحق إلا هو فسبحانه سبحانه جل جلاله وعم نواله وتقدست أسماؤه دعانا إلى النظر في أنفسنا فقال فلينظر الإنسان مما خلق وأصلي وأسلم على سيد ولد عدنان خير من صل وقام حتى تفطرت منه القدمان إمامنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا ورسولنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أما بعد أيها الحضور الكريم أيها الفضلاء الكرماء أسأل الله جل وعلا بمنه وجوده كما جمعنا في بيته أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وأتوجه بجزيل الشكر إلى الإخوان القائمين على هذا المسجد والذين أقاموا هذه الدورة المباركة أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاموا به في ميزان حسناتهم وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه كما هو الشكر الموصول إليكم أنتم إخواني الكرام على صبركم وتحملكم وعلى طلبكم للفضل وللفائدة فأسأل الله أن يثيب لنا ولكم الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد إن أعظم بنا وأكرم منها أننا موحدون أفضل النعم أننا من أهل الإسلام كما قال أحد السلف الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة لا شك أن غاية بعتة النبي صلى الله عليه وسلم هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدفي وهدفك في هذه الحياة أخي المسلم أن نقيم شرع الله في أنفسنا وأن نستغل هذه الأوقات وأن نستغل هذه الأوقات في طاعة الله جل وعلا بالعبودية بالتدلل بالإنابة بالخضوع باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار إن مرور الأيام ومرور الشهور دليل على أنك سترحل من هذه الدنيا دليل أنك ستفارقها دليل على أنك لن تخلض في هذا الكون فما المطلوب ما هو المطلوب أن نستغل هذه الأوقات وهذه الأيام والليالي والسنون في طاعة الله جل وعلا وانتعلم أخي المسلم أنها هي رأس مالك في هذه الحياة وما هذه الحياة إلا تقلم بين يقظة ونوم ونهار وليل وحزن وسرر ومش ووقوف قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قال الحافظ بن كثير رحمه الله جعل الله الليل والنهار يتعاقبان توقيتا للعبادة فمن فاته عمل بالليل استدركه في النهار ومن فاته عمل بالنهار استدركه في الليل وقال قتاب رحمه الله فأروا الله جل وعلا من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار فأروا الله جل وعلا خيرا في هذا الليل والنهار فإنهما مطيتان تحملان الناس إلى آجالهم وتقربان كل بعيد وتبليان كل جديد وتجيئان بكل موعد إلى يوم القيامة نسير إلى الآجال في كل لحظة وأعماؤنا تطوى وهن مراحل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل ما هذه الأيام إلا مراحل يحدو بها حاد إلى الموت قاصد وأعجب شيء لو تأملته أنها منازل تطوى والمسافر قاعد إن مرور اليوم إن مرور اليوم بك عبد الله بل مرور الساعة تدنيك من الأجل فالعاقل منا عباد الله العاقل منا من يرى أن هذه الأيام مراحل يقطعها إلى الآخرة قال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يومك ذهب بعضك أحبة في الله إن مضي الليل والنهار يبعدان من الدنيا ويقربان إلى الآخرة فطوب لعبد تفقها إلى ذلك أو تفطنا إلى ذلك روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمن كبير ثم قال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل نحن غرباء في هذه الدنيا قال له النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب وهل غريب يستوطم الغريب ما يجلس في البلد وغريب عنها أو عابر سبيل عابر سبيل لا يجلس في المكان الذي يمر عليه يعوده من حيث أتى فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر وكان ابن عمر رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمردك ومن حياتك لموتك خذ من صحتك لمردك ومن حياتك لموتك قال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال الإمام القرطبي رحمه الله متاع الغرور أي تغر المؤمن وتخدأه فيضم طول البقاء وهي ثانية وقال ابن كتير رحمه الله متاع الغرور يعني تصغيرا لشأنها وتحقيرا لأمرها وأنها ذنيئة قليلة زائلة هذه هي الدنيا حقيرة قليلة زائلة كم ستعيش؟ تمانين؟ ستين؟ سبعين؟ مئة؟ تكفيك ألف؟ تترحل ستموت ستحمل على أكتاف الرجال وسيدخل بك إلى هذا المكان وسيصلى عليك صلاة لا ركو علىها ولا سجود ثم تحمل مفرة أخرى ويدهب بك إلى المقبرة وتضع وحيدا في حفرة حفرة ضيقة مظلمة مليئة بالديدان وحدك عبد الله وحدك أمت الله لأب ولا أم ولا أخ ولا ابن ولا زوجة ولا جران ولا أهل ولا سلطان ولا مال إلا العمل الصالح إلا العمل الصالح فإذا أحبة في الله لابد أن نستغل هذه الأعمار في طاعة الله جل وعلا حتى نكون من المرضيين وقال قتاد رحمه الله هي متاع مترك والله والله الذي لا إله إلا هو أو شكت أن تضمح إلا على أهلها فاخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم أخي المسلم أقول لك والله إن الشربة التي تشربها تقول لك إن هذه الحياة الدنيا متاع وإن الملابس التي تلبسها ثم تبلع تقول لك إن هذه الحياة الدنيا متاع وإن الصيف والشتاء اللذان يتعاقبان فيه ألينا يقولان لنا إن هذه الحياة الدنيا متاع فمن تأمل هذا كله علم أنها ليست سكنا وليست موطنا إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا لما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة اتخذوها لجة وجعلوا فيها صالح الأعمال سفنا الدنيا مزرع للآخرة الدنيا مرحلة ثم تنقطع ثم تقبل على الله جل وعلا قال داود الطائر رحمه الله لرجل من أصحابه يوصيه قال لرجل من أصحابه يا أخي إنما الليل والنهار مراحل تنزل بالناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا بين يديك ففعل إذا استطاع الإنسان أن يكتر من الحسنات وأن يكتر من الطاعات وأن يكتر من مرضات الله جل وعلا فليفعل الدنيا ثانية فليفعل سنرحل سنموت سنفارق الأهل قدم بطاعتك لله قدم بأخلاقك يعني نحن الآن تنملؤ ما يسمى عندنا رصيد البنك نشغلون نشتغلون لهم أنه نعمروه فعندنا رصيد أخرى يمتلئ بالحسنات هناك لا دولار ولا دنار ولا أورو ولا درهم ولا ين هناك عمرة الآخرة الحسنات فلنكتر منها في الدنيا حتى نجدها بين أيدينا غدا يوم لقاء الله جل وعلا وقال أحد السلف كيف يفرح في هذه الدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره وعمره يقوده إلى أجله وحياته تقوده إلى موته عجباً الزمان الزمان يحصد أعمارنا فإذا مضى وعقبل آخر دليل على أنك مقبل على ربك لا محال فلابد أن نقرر أن نقرر في أنفسنا أو مع أنفسنا أن نتوب إلى الله فلازم أن نبادر بالتوبة يا كل عاصي وكلنا عصات ويا كل مذنب ويا كل مقصر توب إلى الله عد إلى الله قبل فوات الأوال لا زن في مكان لا زن في وقت الإمكان لا زال لدينا وقت عندما نستيقظ ويعيد الله لنا أرواحنا هذا من فضل الله فالفرصة أمامنا لا ليأس ولا نقلط من رحمة الله بادروا بالعودة وبادروا بالتوبة وبادروا بالأوبة واسألوا الله جل وعلا من فضله واسألوا الله جل وعلا أن يتقبل الأعمال لأننا راحلون لأننا مقبلون على أهوال قبر قيامة حشر مزاد سراط والله أمر خطير إخواني لا حول لنا ولا قوة بما سنرقى الله إن كان سلف هذه الأمة رغم صلاحهم من الصحابة رضوان الله عليهم وتزكية نبينا لهم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانوا يخافون يوم الموت أو يوم خروج الروح وعمر عندما قتل رضي الله عنه قتله الملعون أبو لؤلؤ المجوسي قد حه الله وضع رأسه على فخذ ابن عمر عبد الله فكان يضع رأسه على التراب ويقول ويلي إن لم يغفذ لي ربي أنا كان يقولها عمر الفاروق رضي الله عنه فكيف سيكون حالي أنا وحالك أنت أخي المسلم فدعوتي أولا لنفسي ولكم وخصوصا الشباب تمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فأمارنا آخذة في الذهاب وأعمالنا محفوظة في كتاب والموعد يوم الحساب فكيف تأنس عبد الله كيف تأنس بالدنيا وأنت مفارقها وكيف تأمن النار وأنت واردها فيا عجبا لمن يلهو وعمره يقوده إلى حتفه ويسير برجله إلى قبره أيها الشباب أيها الشيوخ أيها الأخوات أيها الغني أيها الفقير صحتك تقودك إلى مرضك وحياتك تقودك إلى موتك فالجد الجد قبل حلول الملاياء والتوبة التوبة من الذنوب والخطايا فمن أراد منكم موعدة فالموعدة ما تبصرون ومن أراد منكم تذكرة فالذكرى ما تسمعون يقول الله جل وعلا يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأمصار أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ييسر أمورنا وأن يبارك فينا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا من الطائعين وأن يجعلنا من العابدين إنه ولي ذلك والقادر عليه يقول قولي هذا وأستفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وليتفضل شيخنا شوعة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المؤمنون وددنا لو استرسل الشيخ عادل في كلامه إذ ذكر إخوانه بغد والغد قريب والغد هو لقاء الله عز وجل وددنا لو استزاد من هذه الضرر المباركة فإن المسلم يشتاق إلى مثل هذه الدرر ويشتاق إلى الحديث عن الجنة والنار وعن لقاء ربه جل جلاله فالدنيا كما أشار هي متاع وخير متاعها إذا رزقت أخ الكريم بإيمان وتقوى ورزقك الله عز وجل ذرية صالحة ورزقك الله تعالى زوجة صالحة لذا أحبة في الله لكل بداية النهاية بدأنا هذه الدورة التي يسأل الله جل جلاله أن يجعلها دورة إيمان ودورة علم ودورة بركة لنكون ممن قد استفاد من كلام الله الذي تلي في هذه الأيام أو في هذين اليومين العظيمين الذين عشنا هما ونحن في بيت من بيوت الله لذا أحبة في الله البداية كانت أمس وقد انتهت وسيفارق بعضنا بعضا لكن تبقى هذه الجلسات الإيمانية التي هي في ميزاننا وسنجدها بين يدي ربنا ستكون ذكريات لحياتنا وكلما تذكر أخ من إخواننا مجالسة إخوانه وكيف كان يتحلق معهم في الحلق العلمية تذكر أن هذا العمل المبارك هو عمل ينقذ من النار فإذن إخواني حتى لا نطيل عليكم نسأل الله جل جلاله أن تتكرر هذه الدورات الإيمانية في هذا المسجد كما أسأله جل جلاله أن ينفعنا بما قلناه وأن يزيدنا علما وأن يزيدنا محبة للدورات الشرعية ولللقاءات الإيمانية وللحلق العلمية فحلق العلم هي حلق مباركة نجدد فيها إيماننا ونزداد فيها علما ونزداد فيها حبا للأعمال الصالحات لذا أسأل الله جل جلاله أن تكون هذه الدورة زيادة في الإيمان وزيادة في الحسنات وزيادة في العمل الصالح وأحث إخواني على الاستزادة من هذه الجلسات الإيمانية لا يظن بعضنا أن الدورة قد انتهت فقد طوي بصات العلم وبصات الأخوة وإنما هذه كخطوات لتزداد هذه الجلسات في هذا المسجد هذه خطوة من الخطوات التي إن شاء الله سنقبل عليها في الأيام القادمة إذا أطال الله في العمر ولكن نحث إخواننا ألا يتخلوا أو يعرضوا أو يتكاسلوا عن مثل هذه الحلق العلمية فإنها أخ الكريم رحمة لك تجدد فيها إيمانك وتزداد فيها علما ثم يزداد هذا الخير ويقرع أسماء غيرك فأقول فهنيعا لمن وفق لهذا الخير وساهم في في هذه الدورة وفي إنجاحها وكان أيضا سببا في بركاتها وشد من عضد إخوانه فأقيمت هذه الدورة وهو لبن من لبناتها وأخلص في عمله لله بشراه بشراه إذ بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال من دعا إلى هدى فالدعوة إلى الله تكون بالليسن تكون بالمال وتكون بالتعاون هذا خير عظيم والدورات الشرعية هي المنارة يعني النور النور الحمد لله تحرك في هذا المسجد فيه نور فزاده الله نورا وقد ذاق إخواننا حلاوة هذه الدورة إذ الحمد لله تمت هذه الجلسات المباركة الإيمانية على مرضات الله وعلى طاعة الله دروس في الصباح استفدنا منها محاضرات باللغة الرفية وباللغة العربية والدرجة وبالهولندية فقد الحمد لله أعطى هذا المسجد أعطى النور دياله أعطى الخير دياله أعطى البركة دياله فإذن إخواني نتعاون نتعاون على هذا الخير ولا يظن بعضنا أن الدورة الشرعية إذا انتهت انتهت الدروس إحنا قلنا أن هذه خطوة من الخطوات اللي نحن مقبلون عليها فاشكل مرة نحيي هذه الجلسات فيما بيننا لأن الدنيا ظلمات بعضها فوق بعض غير تخرج من الجامع هاي أمامك فتن وظلمات وأمامك مغريات دياليبليس والسيطان لكن إذا دخل العبد المسلم المسجد يذوق حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة كتش دمرين كيجي للمسجد فيبدأ على بركة الله يصلي ركعته وقد انشرح صدره واطمأن قلبه واستقر عقله فينسي هذا العمل ينسيه الدنيا وما فيها ويقبل على الله وهو يرجو أن يغفر الله عز وجل ذنوبه وأن يرفع من قدره إذن إخواني كما قلت لا نريد أن أطيل عليكم في كلماتنا ونحن أمامنا الطريق فأقول لإخواني ما صدر منا من خطأ فالإسلام منه بريد فهو من أنفسنا ومن الشيطان وجاء وما جاء من الخير والصواب فهو من الله والإنسان لا حول له ولا قوة فلول الله مجتمعنا ولا صلينا ولا أقيمت هذه الضورة أراد الله عز وجل بنا وبإخواننا الخير فوفقنا الله إلى هذا الخير والحمد لله يومين يومين حالوحد الساعة ده بعد تفكر خلاص سبحان الله كيف كنا أمس كيف كنا في الصباح في الظور في العصر الله أكبر ودى كيف يشغل يقوله ويبقى الإنسان يفكر الله أكبر شوف كيف شكت مع أخوتي كيف شكت كيف كان جلوسي مع إخواني وكنا الحمد لله على مائدة القرآن الكريم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة